أولا أخلاقية ومهمة دستورية نعم أعتدر فقط منك أستسمحك فقط وصول رئيس الجمهورية مجيد تبون في هذه الأثناء إلى قصر الشعب بالعاصمة من أجل رقاء نظرة الأخيرة على جثمان الراحل الفقيد أحمد جايت صالح إذن شاهدين الكرام هذه المشاهدة تأتيكم على المباشر من قصر الشعب بالعاصمة ووصول في هذه الأثناء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إلقاء نظرة الأخيرة على الراحل على فقيد الجزائر على قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايت صالح إذن هذه المشاهد تأتيكم على المباشر نشاهد الآن لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو يقرأ فاتحة الكتاب على روح الفقيد فقيد الجزائر الراحل أحمد جايت صالح إذن مشاهدين الكرام جثمان الفقيد متواجدون بقصر الشعب في هذه الأثناء ليشيع بعدها فقيد الجزائر لمثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة وذلك بعد صلاة الضار إذن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الآن في هذه الأثناء وتتابعونه على المباشر وهو يقرأ فاتحة الكتاب على روح فقيد الجزائر المجاهد الفريق أحمد جايت صالح إذن نشاهد مشاهدين الكرام الأسى والحزن في أعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو يبكي فقيد الجزائر وهو يبكي المجاهد الفريق أحمد جايت صالح ويدرك جيدا ما قدمه الفريق أحمد جايت صالح في هذه الأشهر الأخيرة للجزائر وما ضح به من أجل الجزائر من أجل أن تكون الجزائر مستقلة وأن تكون الجزائر سيدة في اختيار رئيس للجمهورية وأن تكون الجزائر أيضا وأن يحقن دماء الجزائرين وأن لا تسيل دماء الجزائريين في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر إذن مشاهدين الكرام نتابع الدموع